ممثل المعارضة السورية والنظام يوافقان على اللقاء بخبراء دولهين القوات العراقية تواصل تقدمها في غرب الموصل وتوشك على حسم المعركة والإمارات تتوج خمسة من صناع الأمل في العالم العربي أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد الدبلوماسي تحديدا إذ علقت بعض فصائل الجيش السوري الحر مشاركتها في الجولة السادسة من مباحثات جنيف المنعقدة حاليا في المدينة السويسرية برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية وقال مصدر في المعارضة إن الفصائل عازت تعليق مشاركتها بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة للمفاوضات وعدم وجود دور حقيقي لهم في المفاوضات على حد تعبيرهم من جهته قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري قال إن وفد المعارضة قدم تقارير إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا حول الأوضاع الإنسانية جرى فيها التركيز على ملف المعتقلين خاصة عمليات اعتقال الشباب من المناطق المهجرة وإرسالهم مع المفرج عنهم إلى جبهات القتال وأشار الحريري إلى أنه جرت مناقشة كيفية الانتقال السياسي إضافة إلى أمور فنية أخرى إلى ذلك وفق وفد النظام والمعارضة السورية إلى محادثات جنيف بجولتها السادسة يوم الخميس على لقاء خبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع الدستور كان تقدم به المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا يوم الثلاثاء الماضي وقف الجرائم التي ترتكب بحق السوريين والإسراع بتقديم فاعليها هذا ما تعتبره المعارضة السورية أولوية في العملية السياسية في سوريا عملية الانتقال السياسي في سوريا من أبرز ما ناقشه المجتمعون في اليوم الثالث من مباحثات جنيف وذلك بعد سحب المبعوث الدولي ستيفن ديمستورا الأربعاء مقترح تشكيل آلية تشاورية تمهد لسياغة دستور جديد لسوريا جاء ذلك بعد أن وضعت المعارضة الكثير من الملاحظات على المبادرة التي تنص على ضمان غياب أي فراغ دستوري أو قانوني بأي مرحلة انتقالية وأن يترأس الألية مكتب المبعوث الدولي مستعينا بخبراء إضافة إلى خبراء قانونيين يسميهم نظام الأسد والمعارضة هذا وعاد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا إلى إعلان موافقة وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية إلى محادثات جنيف على لقاء خبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع الدستور هذا وبحث وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف مع المبعوث الدولي ستيفن ديمستورا الآليات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية ويذكر أن محور اعتراضهم على الوثيقة هو خشيتهم من تحول الأنظار عما تعتبره الهدف الرئيسي من مفاوضات جنيف وهو تحقيق الانتقال السياسي الذي يفضي لترك بشار الأسد للسلطة على أن يصار في وقت لاحق وفي ختام المرحلة الانتقالية إلى إنشاء جماعية تأسيسية تتولى سياغة مسودة دستور تعرض على الاستفتاء العام إلى العراق حيث أعلنت القوات الأمنية المشتركة تحرير مطار واشنطن العسكري غرب مدينة الموصل بحسب ما نشره موقع السومريا نيوز كما أعلنت القوات العراقية المشتركة تحرير قاعدة سهل السنجار الجوية جنوب ناحية القيروان الواقعة غرب مدينة الموصل من احتلال أفراد داعش إلى ذلك أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله تحرير حي الاقتصاديين في السحل الأيمى من مدينة الموصل وضف يارالله أن القوات الأمنية العراقية رفعت العلم العراقي على مباني الحي بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات يتذلك بعد سيطرة القوات الأمنية العراقية على حي الرفاعي بالكامل بعد إعلان تحرير حي الرفاعي بشكل كامل من احتلال داعش في غرب الموصل وصلت القوات العراقية تقدمها شمال غرب المدينة فيما سحب التنظيم مقاتله إلى وسط أحياء المدينة القديمة وعمد إلى تفخيخ سيارات وتفجيرها داخل حياء العريبي والرفاعي فيما يبقى أمام القوات العراقية حيان هما حي الورشان والنجار لعزل المدينة القديمة وأفادت مصادر بأن قوات الجيش والرد السريع تحتاج لـ 48 ساعة تقريبا لإعلان تحرير حياء السابع عشر من تموز والاقتصاديين بالكامل ويبقى العائق الوحيد أمام تحقيق هذا النصر هو استخدام داعش لعدد من الانتحاريين فيما تنتشر قوات خاصة على مداخل الأحياء لتدمير السيارات المفخخة التي زرعها التنظيم والتي تستهدف المدنيين وبالتزامن مع ذلك تتخوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من موجة نزوح من الموصل مع اشتداد القتال واقتراب عمليات القتال من المدينة القديمة لدحر تنظيم داعش في آخر عمليات تطهير المدينة حيث تتوقع الأمم المتحدة فرار ما يصل إلى 200 ألف مدني فيما تزداد صعوبات تأمين حاجات النازحين وتوفير الحماية لهم فيما قالت منظمة الهجرة الدولية أن الفجوة التمويلية لها تأثير كبير في قدرتها على توفير حجم الاحتياجات الكبيرة الناجمة عن أزمة النزوح في الموصل وأكدت أنه مع اقتراب فصل الصيف في العراق وارتفاع درجات الحرارة فإن الصعوبات ستكون أكبر في وقت لا يزال هناك ثلاثة ملايين نازح في جميع أنحاء العراق حيث أن أعدادا قليلة فقط من النازحين أعيدوا إلى منازلهم فيما لا يزال أكثر من نصف النازحين يعيشون في المخيمات في ظروف معيشية سيئة فوفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عاد حوالي ثلاثين ألف مدنيا فقط إلى ديارهم في غرب الموصل منذ نهاية أبريل نيسان ونزح نحو سبعمائة ألف شخص من الموصل منذ انطلاق حملة تحريرها من داعش في تشرين الأول أكتوبر الماضي ولا يزال هناك ربع مليون يعتقد بأنهم محاصرون داخل المدينة وهم يعيشون مجاعة حقيقية تتمثل في النقص الحاد بالغذاء والدواء رغم أن داعش حصل على كميات من مواد كيميائية خلال احتلاله لمدينة الموصل ومناطق أخرى في العراق وسوريا إلى أن هذا التنظيم لم يتمكن من إنتاج أسلحة متطورة من هذه المواد كما لم تحدث صواريخه التي حملت مواد سامة سوى اختناق أو تسمم في أقصى الحالات الزميل حسام الأحبابي والتفاصيل كانت هناك شكوك بأن داعش امتلك مادة الخردل في الموصل حتى عثرت أخيرا قوات الرد السريع العراقية على كميات من هذه المادة معبأة بأصابع بلاستيكية ومعدة لدمجها بقذائف تم تصنيعها داخل معمل في باحة مسجد حي الاقتصادين شمال غربي الموصل إلا أن قادة عسكريين عراقين أكدوا أيضا أن هذه المواد بدائية الصنع ولا تسبب سوى الاختناق والتسمم في أقصى الحالات عند استنشاق أدخنتها داعش لم يحتفظ بهذه المواد في مكان واحد بل وزعها بكميات معينة على أماكن متعددة من الموصل ومنها ما عثرت عليه القوات العراقية في قضاء الحمدانية ضمن الساحل الأيسر للمدينة حيث وجدت براميلة كانت معبأة بمواد كيميائية متنوعة فظلنا عدم ذكر أسمائها خشية استفادة الإرهابيين منها هذا البوري هذا مسوي صاروخ بمرحلة هذه الزعانة في موادته هذه كلها تصنيع محلية هذه المواد الساعد على انفجار هذه هذه خليط من المواد الساعد على انفجار مواد كيميائية مواد زراعية هذه كلها مواد سامة ومواد كيميائية سريعة انفجار كما اكتشفت القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل ان داعش سعى الى تحضير كميات من هذه المواد السامة في الجانب الايمن للمدينة وبالفعل استخدم بعضها خلال المواجهات في منطقة باب الطوب غربي الموصل داعش كان يمتلك مواد كيميائية لكنه لم يتمكن من تطويرها حسب ما اكد خبراء ومختصون وبقيت محاولاته بداية ولم تحدث قدرا مهما من الضرر كما لم تكن عملية اطلاق الصواريخ التي تحمل هذه المواد دقيقة مواد كيميائية متفجرة شان استخدمها داعش استخدمها عينات عينات من عدها يستخدمون الغرض التفجير كان داعش يحاول خلال السنوات الماضية استقطاب علماء من دول العالم لغرض تصنيع اسلحة تحمل مواد كيميائية اكثر تطورا الا انه لا دلائل تذكر على تمكنه من استقطاب هكذا علماء اما الخبير الكيميائي السوري نوري بريمو وبعد اطلاعه على وثائق كشفتها اخبار الان حول مساعي داعش تصنيع اسلحة كيميائية في الموصل وسوريا فقد اكد في تصريح سابق لاخبار الان ان تحضير التركيبات من قبل خبراء داعش تظهر انهم سوريون وعراقيون عملوا بالفعل على هذا الملف اعتقد انه رح يكونوا لازم قريبين لازم سوريين وعراقيين لانه التسميات ولهجات الكتابة وكذا توحي الانهم سوريين وعراقيين اذا ووفق معلومات تداولها ضباط عراقيون فان معظم المواد الكيميائية التي حصل عليها داعش كان قد استولى على كميات منها من مشاريع تحلية المياه في الموصل والانبار عند اجتياحه المدينتين الى جانب حصوله على كميات اخرى عثر عليها داخل مقرات للجيش السوري لدى احتلال التنظيم محافظة دير الزور الحدودية السورية مع العراق الى ايران حيث فتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباح اليوم لبدء عملية الادلاء بالاصوات في انتخابات رئاسة الايرانية بحسب التلفزيون الايراني الرسمي فيدل الناخبون الايرانيون باصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل في احدى اكثر المنافسات اثارة للاهتمام والتنافس الاشرس بين الرئيس الحالي الذي يطمح لفترة ولاية ثانية حصر روحاني والمرشح المحافظ ابراهيم رئيسي الملقب بمرشح المرشد نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل قصير مائة الف سوريين يواجهون تهديد داعش في مخيم الركبان احييكم من جديد حول المأساة التي يعيشها السوريون دفعت عشرات الالاف منهم الى اتخاذ الصحراء مأوى لهم الا انهم رغم ذلك لم ينجوا من بطش داعش مراسلنا عبدالحيل احمد استطاع الوصول الى مخيم الركبان الواقع قرب الحدود السورية الاردنية ليرصد لنا احوال النازحين هناك نتابع هاجموهم بالسوق بالسوق المدنية هاجموهم وقتلوا منهم سبع مدنية واربطع الجريح لم يكن اي من يعلم ان هذا اللقاء التلفزيوني سيكون الاخير في حياته فلم يسعفني الوقت لانقل شهادته حيا الى العالم عبر اخبار الان تحدث الينا ابو ملك حينها عن تفجير دموي لداعش في سوق هذا المخيم ومن سخرية القدر ان يقتل نفس الشخص بنفس المكان على يد التنظيم ذاته في مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية كان اي من يتولى مهمة حماية القاطنين هنا كان شاهدا وبات الان هو الخبر فقد قتل خمسة عشر شخصا اخرين معه جلهم مدنيون بهجوم ارهابي بسيارة ملغمة قبل ايام ليحمل رفاق سلاحه الراية عنه دورنا كجيش حرب مخيم الرقبان حماية المدنية العزل اللي هربوا من القصف والطيران وتشردوا واجههم تنظيم داعش حاول يخليهم تحت سيطرتهم يناهز سكان هذا المخيم مئة الف نازح سوري عبروا مئات الكيلومترات في هذه الصحراء هاربين من جحيم داعش واجرام الاسد البعض منهم لم يحالفوا الحظ حتى في الوصول فاما قتل واما اعتقل على الطريق في حين لم يجد الواصلون امانهم المنشود كنت اشتغل بالنقطة الطبية تعرضنا الى تفجير انتحاري من داعشي تفجر حاله بميتور بالنقطة الطبية وحطم المكان كامل هنا ما خلأ اثر وماتوا اثنين من اصدقائي وانا تصوابت برجلي وبيدي وبرعسي اللي عنده حدا بره يبعث له يأكل اللي ما عنده والله من المزابل بيناس تأكل من المزابل اكثر من خمسة شهور صارنا ما شفنا شيء من المفوضات ولا من الامم المتحدة نهائيا داخل اسوار المخيم الافتراضية يعيش القاطنون ضمن مجتمع سوري مصغر يسوده الفقر الشديد والرعب المتواصل لا يخفف من هون ذلك عليهم سوى جرعات من الامل بتحرير بلداتهم وتمزيق هذه الخيام بين ضنك العيش وخطورة البقاء في مناطقهم لم يجد هؤلاء النازحون خيارا افضل من عبور طرق الموت للبحث عن حياة كريمة وامنة عبدالحي الاحمد لاخبار الان من مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية يتجمع مئة الرجال والنساء في مخيم للنازحين شمال مدينة الرقة ما زاد من ارتفاع عدد النازحين الى هذا المكان مع اقتراب المعارك من المدينة كما وصلت مئات الاسر خلال الساعات الاولى من فجر يوم الخميس الى المخيم الواقع في مدينة عين عيسى على بعد نحو 30 كم من الرقة ليروي افرادها الصعوبات والاخطار التي تعرض لها نتابع احتدام المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي وتنظيم داعش الارهابي وصل بمئات العائلات الى المخيم الواقع في مدينة عين عيسى على بعد 30 كم من الرقة حيث يتجمع مئات الرجال والنساء في مخيم للنازحين شمال مدينة الرقة ليرتفع عدد النازحين بشكل كبير الى هذا المكان في ظل الصعوبات والاخطار التي تعرض لها النازحون في طريق هروبهم من مناطق القتال المخيم هذا لم يعود يتسع لمزيد من النازحين فقد افترش العديد منهم من الاراضي المحيطة بالمخيم وجنبات الطريق العام رئيس لجنة مخيم عين عيسى جلال العياف قال انه يتواجد الان في المخيم اكثر من 20 الف نازحين والعدد يزيد بمرور الساعات مضيفا انه من بداية معركة الرقة في غضون ستة اشهر وحتى الان وصل الى المخيم ما يزيد عن الف نازح كما ينشد العياف المنظمات الدولية بزيادة المساعدات الى النازحين الذين تفوق اعدادهم امكانات المجلس المحلي للمدينة وعلى الرغم من الافتقار الى الكثير من مقاومات الحياة يبدو المخيم اكثر امنا لهؤلاء النازحين من المناطق التي غادروها تحت ضغط التنظيم الارهابي عليهم بتلغيم الجسور وزرع الالغام في المنطقة ككل ومما زاد عدد النازحين في المدينة هو انهيار سد ترابي يهدد سلامة الساكنة حيث قال المتحدث باسم الامين العام لامم المتحدة ستيفن دوغريك ان حاجزا رمليا انهار في الجزء الغربي من مدينة الرقة تسبب في فيضانات اسفرت عن نزوح 120 اسرة من منازلها باتجاه الريف الغربي من الرقة وضاف دوغريك انه في الوقت الذي لا تستطيع فيه الامم المتحدة الوصول الى الرقة خلفت الفيضانات حالة انسانية صعبة بالنسبة الى الاشخاص في المدينة الخاضعة لسيطرة داعش وان هناك بشكل عام ما يقدر ب400 الف شخص بحاجة الى المساعدة الانسانية والحماية ذكر تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف ان عدد الاطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم زاد بمقدار خمسة اضعاف منذ عام 2010 وبحسب المنظمة بلغ عدد الاطفال غير المصحوبين بذويهم 300 الف طفل حول العالم في عامي 2015 و2016 مقارنة ب66 الف طفل في عامي 2010 و2011 وحدهم يصلون اطفال صغار بالالاف بلا اهلهم يتجاوزون الاسلاك الشائكة البحارة العاتية الحدود الوعرة باحثين عن بلدان امنة اكثر من 300 الف طفل مهاجر ولاجئ في 80 دولة خرجوا بمفردهم خلال السنتين 2015 و2016 بزيادة بلغت خمسة اضعاف منذ العام 2010 هذا ما كشف عنه تقرير صادم لليونسيف مسلطا الضوء على مأساة يعيشها العالم نتيجة الحروب والازمات المتتالية وتحت العلوان العريض الطفل هو الطفل قالت اليونسيف ان اللاجئين الاطفال يشكلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم وطالب التقرير باتخاذ ما اسمته الخطوات الست المتمثلة اولا بحماية الاطفال اللاجئين والمهاجرين وبالاخص اولئك غير المصحوبين بذويهم من الاسترلال والعنف كما طالبت الدول التي يلجأ اليها الاطفال بوقف اعتقالهم وتقديم بدائل عملية وشددت على اهمية ابقاء العائلات مع بعضها كافضل وسيلة لحماية الاطفال واعطائهم وضعا قانونيا اضافة الى ذلك طالبت اليونسيف بالاستمرار في تعليم الاطفال اللاجئين والمهاجرين ومنحهم الرعاية الصحية اما امميا ناشدت اليونسيف بالضغط للتصدي للأسباب الكاملة وراء الحركة الكثيفة للاجئين والمهاجرين وتعزيز التدابير للقضاء على كراهية الاجانب والتمييز والتهميش في دول العبور ويأتي تقرير اليونسيف قبيل مؤتمر مجموعة الدول السبع لحث الجماهير على التضامن مع الاطفال اللاجئين والمهاجرين الذين اقتلعتهم الحرب والعنف والفقر من جثورهم نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل اخير دراسة جديدة تبشر بزراعة مبايضة صناعية وحييكم من جديد فاجأ الشيخ محمد براشد المكتوم الوطن العربي بتدويج خمسة صناع امل بلقب صناع الامل الاول مؤكدا بانهم كلهم اوائل وكلهم يستحقون اللقب وما يقدمونه من اجل خير الانسانية يجعلهم جميعا منارات للعطاء يهتدي الناس بها الزميل زكريا نعساني والتفاصيل الامل حرفة لا يملكها الا صاحب كل قلب حساس فاستحق صانعها اكبر جائزة عطاء يشهدها العالم العربي فلا قوة بالحياة تغير المجتمعات نحو الافضل اكبر من الامل مبادرة صناع الامل الفريدة من نوعها اظهرت من خلال خمسة وستين الف مشارك قدموا من اثنتين وعشرين دولة اظهرت انبلة واجمل ما في داخل الانسان خمسة انتقتهم لجنة التحكيم لما في مبادرتهم من باعث للامل تستحق جائزة المليون درهم اماراتي شيء جميل ان احنا نحصل على خمس مقاعد من بين 65 الف انسان قدم وايضا شيء جميل ان الشيخ محمد براش المكتوم طول العمراء ان يكرب كل الخمسة انهم يكون صناع الامل العام 2017 من المغرب انقذت الاف الغارقين في البحار ومن سوريا كان الامل مبعثه قلوب بيضاء وفي مصر ام لجميع الفقراء اما في العراق فكان اب للأيتام والمشردين لتبعث معالف نفوس ابناء اليمن الامل من جديد انا هون ممشان مصر حالي انا هون كرمال ناس تانين كرمال ناس ما ادرون ان يكون موجودين اليوم في هذا المكان كرمال ناس موجودين حلوة بهاي البحثة وفي عمال البحثة وعايزين نفكر دايما في افكار ايجابية حلوة كل ما هو حقه كل ما هو جليل كل ما صيته حسن كل ما هو عادل كل ما يضيف للانسانية شيء جميل هي دي الحياة المزبوطة مبادرات عطاء شهدها الحضور الذين قدر عددهم بالالاف ابكت عيونهم قصص عرضها المتسابقون لامست مشاعر كل انسان فقالوا كلمتهم نعم للامل اينما كان نحن حصلنا على جوائز سابقة بمجال حقوق الانسان والسلام والامل بين عدد الدول بالعالم واخرته كان الاوسكار والتكريم كأكثر مئة شخصية بالعالم من تايم ماجازين هذا التكريم هو تكريم مختلف من حيث النوع ومن حيث المبدأ اللي تم على اساس التكريم نحن نعتبر انه هذا التكريم هو انطلاق جديد في الوطن العربي هذا بهيئ الظروف لبث الامل في الوطن العربي وهي اليوم هي بداية لانطلاق جديد ملايين الشبان في العالم العربي صنعت لهم تلك المبادرة املا بالغد حيث القوة بالبذل والعطاء فلا مكان لليائسين اذا ارادت ان تتقدم المجتمعات خمسة صانع امل تنافس فيما بينهم وفي عام الخير هنا في دولة الامارات العربية المتحدة اصبحوا جميعهم صناع امل العالم العربي لاخبار الآن زكريا نعساني دبي نتحول وياكم مشاهدين الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين من صحيفة القدس التي نطالع منها ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على عقل المستخدم جاء في تفاصيل الخبر كشفت دراسة حديثة ان تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام اكثر منصة مضرة بالصحة العقلية لمستخدميها واضهرت الدراسة التي اجرتها الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا ان المنصة الاجتماعية تؤدي بمستخدميها الى معاناة الاحساس بالوحدة والاكتئاب فضلا عن القلق المرتبط بصورة الجسد وفي مرتبة ثانية جاءت منصة سناب شات اما فيسبوك فكان في المرتبة الثالثة بينما حل تويتر في المرتبة الرابعة ويوتيوب في الخامسة اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية جوجل تطور تقنية جديدة للتنبؤ بالامراض قبل الاصابة بها تعتزم شركة جوجل تطوير تكنولوجيا يمكنها التنبؤ عندما يكون المستخدم على وشك الاصابة بمرض ما وهذا عن طريق الاستعانة بمشروع جوجل برين الخاص بابحاث الذكاء الاصطناعي للشركة وتحليل البيانات الطبية لفهم صحة الناس بشكل افضل كما يمكنها ان تعمل على تحديد اصابة المرضى بالامراض التي تهدد الحياة انطلاقا من اعراض محددة صحيفة البيانة الاماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم سرقة مسمار اثري من معرض ايطالي سرقة مسمار برونزي يعود لاواخر القرن الرابع او مطلع القرن الخامس قبل الميلاد كان يعرض بصورة مؤقتة في معرض بمنتزه بومبيل اثري جنوب ايطاليا ويعد المسمار ضمن اربعة مسامير تم اكتشافها في موقع توري ساريانو الاثرية خيتام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية اكتشاف اخر ديناصور افريقي اكتشفت في منجم للفوسفات في شمال المغرب حفرية لاحدث اخر الديناصورات التي كانت تعيش في قارة افريقيا قبل ان تنقرض منذ 66 مليون عام وخلص الدراسة على عظام فك الحفرية الى ان افريقيا كان فيها ديناصوراتها الخاصة حتى استدم نيزك عملاق بالكرة الارضية فقضى عليها نعود الى اخبارنا مشاهدين وفيها ايضا نجح الدراسة حديثة في زراعة مبايضة صناعية في فئران ما يبشر بحدوث الامر ذاته للنساء التي اصبنا بالعقم نتيجة للعلاج من السرطان او لاسباب اخرى وفن باحثون بنجاح التجربة التي جرى تطويرها داخل هياكل طبعت بنظام ثلاثي الابعاد داخل اناثي فئران اصابها الباحثون بالعقم وتمكنت من التكاثر وصارت قادرة على الولادة الطبيعية والارضاع وفي اخبارنا الرياضية توجى فريق اندر لخت بطلا للدور البلجيكي للموسم الحالي عقب فوزه مساء امس على سبورتنينج شارليروا بثلاثة اهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده الى 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن جلوب بروج قبل مرحلة واحدة على نهاية البطولة وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين ممثلوا المعارضة السورية والنظام يوافقان على اللقاء بخبراء دوليين والقوات العراقية تواصل تقدمها في غرب الموصل وتشك على حسم المعركة والامارات تتوج خمسة من صناع الامل في العالم العربي بهذا اذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع اذا بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم الى الختام بعد اقل من نصف ساعة مجهز للانباء وعدو التقيكم الثاني ظهرا بتوقيت السعودية في نشرة الظاهرة كونوا معنا اشتركوا في القناة